مساء الخير كما هو متوقع ارتفعت درجات الحرارة اليوم تقريبا لمس 30 درجة مئوية في العاصمة عمان وأيضا في الضواحي ولكن تجاوزت تقريبا 35 درجة مئوية في بعض المناطق مثل خليج العقبة البحر الميت مناطق الأغوار عموما درجات الحرارة اليوم تقريبا كانت أعلى من المعدلات السنوية تقريبا 10 درجات مئوية بعض المدن الأردنية ودرجات الحرارة حالة الطقس الآن على سبيل المثال العقبة الآن تسجل 30 درجة مئوية كما نشاهد أجواء صافية كذلك الحال أجواء تقريبا صافية في المفرق 22 درجة مئوية مدينة عجلون 23 درجة مئوية و 32 درجة أجواء حارة ولكن بشكل نسبي في البحر الميت وأجواء صافية الآن هذه الليلة تبقى الأجواء تقريبا أدفأ من الليالي السابقة أجواء عموما هي جافة يعني تميل للحرارة بشكل بسيط وجود لسحب إن كان متوسطة أو عالة الارتفاع لهذه الليلة ما تزال أجواء مغبرة خاصة في المناطق الصحراوية هذه الليلة على الأخص في المناطق الشرقية من البلاد على سبيل المثال هذه الليلة تتراجع نعم درجات الحرارة ولكن تستقر في العاصمة عمان على سبيل المثال عند 18 درجة مئوية والأجواء هذه الليلة متوقع أن تبقى معتدلة 18 درجة مئوية أجواء معتدلة وتقريبا هي أدفأ من الليالي السابقة بالنسبة ليوم الغد طبعا درجات الحرارة تكون أعلى من المعدلات السنوية أو ما تزال أعلى المعدلات السنوية خلال ساعات النهار أيضا تتواجد سحب متوسطة وعالة الارتفاع أجواء مغبرة بشكل واضح ولافت خاصة في الطرق الصحراوية المناطق الصحراوية أرجو الانتباه من تدني مدرورة الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية أيضا في السهول الشمالية وحتى المناطق الشرقية بعض المناطق الأجواء تميل الحرارة بشكل واضح ولافت مثل خريج العقبة مناطق الأغوار وأيضا البحر الميت غدا العظمى في العاصمة عمان تقريبا 27 درجة مئوية نستعرض الآن معكم درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة وأيضا العظمى ليوم الغد أبدأ من مدينة إربد من 17 إلى 28 درجة مئوية في المفرق 30 درجة مئوية أجواء تقريبا حارة بشكل نسبي جرش 18 إلى 28 عجل من 20 إلى 26 درجة مئوية في الزرقاء من 17 إلى 30 درجة مئوية رأس بنيف 17 إلى 23 وتظهر كما نشاهد سحب متوسطة وعالية الارتفاع أصل 27 نسوالح 24 درجة مئوية عموما كل المناطق تقريبا الأجواء دافئة إلى مائلة قليلا للحرارة لفحل 27 شرق عمان 18 إلى 27 المناطق الغربية من عمان 19 إلى 25 الأغوار الشمالية الأجواء حارة بشكل نسبي 34 درجة مئوية 35 كذلك الحال في دير علا منطقة المطار 29 مادبة 27 البحر الميت ترتفع إلى 36 درجة مئوية أجواء حارة بشكل واضح وادي الموجب 32 الكرك 27 الطفيلة كذلك 27 درجة مئوية إذن درجات الحرارة أعلى من المعدلات طبعا ما تزال الرشادية 17 إلى 25 والأجواء عموما هي جافة بشكل عام غور الصافي ترتفع إلى 37 الشوبك 25 الليلة في الشوبك 15 الأجواء تقريبا لطيفة هناك معان كذلك الحال فقط هذه الليلة 12 درجة مئوية غدا 29 رأس النقب 15 إلى 24 درجات الحرارة أقل يعني خلال ساعات الليل هذه الليلة طبعا العقبة ترتفع إلى 35 والأجواء مائل الحرارة بشكل واضح ولافت في وادرام 31 درجة مئوية الجفر من 12 إلى 32 مرة أخرى ننتبه من الغبار في المناطق الشرقية من البلاد مثل الأزرق وأيضا 32 درجة مئوية الصفاوي أيضا 32 درجة مئوية والأجواء مغبرة بشكل عام أخيرا الرويشد أجواء مغبرة من 15 إلى 33 درجة مئوية نتوقع طبعا ارتفاعات على درجات الحرارة طبعا كما هو اليوم وأيضا ليوم الغد كما شاهدنا ولكن من ابتداء من ليلة الاثنين تتراجع درجات الحرارة بشكل واضح تعود الأجواء لتصبح معتدلة حتى إلى ربيعية ولكن غدا أرجو الانتباه من يعني حدوث الصداع للبعض بسبب الأجواء المغبرة وأيضا يعني المائل للحرارة والجافة أشكر لكم دائما حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر